موسيقى 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 به في المغرب. التكلفة ديال الدراسة. إذا هضرنا على التكلفة. تكلمنا على التكلفة. سنعرفوا بأن تكلفاتها تختلف من دولة إلى دولة أخرى. لكن بعض الدول التي تكونوا الرسوم ديال الدراسة تتراوح بين 200 و 400 أورو سنويان. إذا أخذنا مثلا ألمانيا. إذا أخذنا مثلا فرنسا. إذا أخذنا مثلا دول سنويا. الآن دول لأن التعليم العمومي العمومي في ألمانيا هو بدون تكاليف. إذا أخذنا بعض الدول تلقوا بأن تكلفة تكون طالعة. مثلا إذا أخذنا إنجلطيرا أو كندا أو أمريكا تلقوا بأن التكلفة تكون طالعة بزاف. إذن هذا المعيار الثاني الذي خلصنا نعرفه. لنمشي وكثر من الجهد دينا أو أكثر من الجهد دي الوالدنا. لأننا مثلا ما نكونوا كطلبة تنحلموا. هذا حقنا. نحلموا نمشي الواحد دولة أخرى. نستفدوا منها. نعرفوا. نقدروا نأخذوا واحد جربة. ونرجعوا. هذا أول أهم. هذا نرجعوا. يعني خلصنا نرجعوا ونشاركوا في هذه التنمية الاقتصادية دينا. تماما. هذا هو المعيار الثاني. المعيار الأول هو الجودة دي للتعليم. وبالتالي خلصنا نعرفوا واش دي دي بلوم اللي قد نحصلوا عليه. واش معترف بيه في المغرب أول الله. هذه نقطة مهمة. مهمة جدا. لأن كانت توقعات مشاكل هذا. كين مشاكل جديدة. ولكن تنظل الآن وزارة تعليم العالية تقوم بواحد المجهود اللي هو كبير. وكين عندهم في المجموعة دي المدارس عبر العالم. اللي تعرفوا الطلبة قبل ما يمشي. تعرفوا وتيتأكدوا واش دي بلوم دي لهم واش كين معادلة في المغرب أول الله. إذن ما عندناش مشكيل. ما يمكنش أنا نمشي لواحد دولة بلا ما ندير واحد البحث. وبلا ما نقلب واش كين معادلة في المغرب. إذن كين التكلفة. التكلفة ديال الدراسة. واش تمن يعني في المتنوان. ناس بالأسرة أول الله. أو تمن عالي بزاف. وكين المعيار الثالث هو يعني المعيشة في ذاك البلد. واش كين واحد تكلفة كبيرة. او لا لا. إذن إلا أخذينا دول العالم. تلقا كين واحد دول اللي تتكون فيها جوز التعليم تتكون طالعة. وكين تكلفة المعيشة اللي تتكون مناسبة. وتتكلفة ديال الدراسة تقدر تتراوح بين 200 أو 400 أورو. يعني غير رسوم تسجيل. أما إلا مشينا الواحد. يعني الجامعات الأنغلو ساكسونية. وتنظم تتعرف بأن كين واحد. يعني كين واحد الأتمينة اللي هي باهضة. نعم. يعني باهضة. حسب السمع للجامعات. كين حتى ما شي فقط في اللي بياه أنغلو ساكسون. وكين دول ميل إيست. حتى ما اللي بدأت تتعطاول هذه الجامعات الأنغلو ساكسونية بزاف. قنام. يعني دبي. إمارات. كين واحد الجامعات أمريكية وجامعات إنجلترا. في الصين كذلك. إذن بالنسبة لأخذينا مثلا إنجلترا. تلقوا بأن الحكومة البريطانية ستعطيهم واحد الحد مثلا 20 ألف مخصوم يفوته. يعني تتقنن. هناك تقنين تكاليف الدراسة. إذا مشينا الأمريكا ما كانت تقنين. تقدر تمشي تل. بين 50 إلى 80 ألف دولار سنويا. إذن يعني العائلات المغربية وكيف يقدروا يتحملوا هذا العبع. إذن كيف ينفع هذا الميلف الذي يوجده الطلبة مثلا. يعني الميلف الذي يوجده الطلبة لكي تقبل في الجامعة. كان مجموعة الشروط منهم السيرة الذاتية من الطالب منهم البرجيب البرجيب من الطالب الذي يتحق مهم لأن خاصة الجامعة تتعرف هذا الطالب ما يريد يقوم من بعد ثلاث سنوات أو أربعة سنوات في سنة ما يريد وما يريد يقرأ طموحات وما يريد يكمل من بعد أو يريد يدخل الكلام. هذا البرجيب البرجيب هو مهم 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 بزاف. والمسألة الثالثة المهمة هي اللغة. اللغة الآن مجموعة الجامعات عبر العالم إذا أخذنا الفرنسا هناك امتحان اللغة الفرنسية. إذا أخذنا إنجلترا هناك امتحان العلماء بالفعل انترنسيونال وخص الطالب يعرف المعدل لخصو يجيب باش إذا ما يحاول إيفيتي ذيك لاني بخيبات واغ يعني لاني بخيبات واغ هو عب على العائلات أنا تنحاول نأكد الطلبة بأن بإمكانهم يعني يلتحقوا بالسنة الأولى مباشرة ولكن خلص يكون عندهم واحد المعدل وهو كبير في هذا الانتحار إما الآيلس أو توفل وكين مجموعات من الجامعات في أمريكا التي قبلوا الـ SAT أو G-MAT هذه مجموعة لأننا في المغرب يعني يعرفهم طلبة كل شيء يعرفهم الآن وتنحاولوا نتواصلوا مع الطلبة باش نمجدوا هذه الامتحانات كين أمور أخرى كين طلبات ديال المناح مثلا لهذا غدي تحلين الفرصة فلاشية باش نتكلموا عليهم أستاذ وكذلك سؤال آخر باش غدي نختمه وحنا عمشوا للراديو ونكملوا الهدراء دابا في هذه الفترة الحالية اللي كنشوفه أنا مرة الحدود كتتحل المرة كتتسدي لغير ذلك واشهناك مازال يقبال بنفس الوتيرة بحال ما نقبل على على دراسة الخارج مع الأسف مع الأسف إقبال ما كينش وحنا تنفهم العائلات كيف شهد العائلات غادي تنقص بوحد لوشيفخ بوحد 35% لتنقص لأن كيف شهد العائلة غادي تصفت مثلا الإبن ديالها باش يقرأ في أمريكا أو كندا ويقرأ في الضار ويقرأ عن بعد عن بعد إذن إذن فضلوا يقرأ هنا في الأمريكا أو كندا باش يقرأ عن بعد إذن الآن هذا الوباء حتم على مجموعة ديالعائلات باش يغيروا يمكن من هذه الأمبسيون اكزاكتما ووليداتهم يقلسوا الحمد لله تالجامعات المغربية راعدنا تبالحال أفق كبيرة جامعات مغربية وحتى الدراسة دبعا عن بعد تحت يعني ممكن الإنسان هنا ويقرف ويقرأ في أي بلد في قواقع الكواكب ما زل ما صنعش لها أنا أستاذ مثلا نحن نفصة واحد للأشي نزيدوا نتكلم على هذا الموضع هذا نبغي ونعطي للناس كل المعلومات اللي أنت كتعرفها دكتور وتبغي تقتسمع معهم باش هكذا يعني يفتحوا الآفاق هكذا قداموا ليلاتهم وجميل أن الإنسان يكون عنده الاختيار يعني وتكون عنده ما يدوش أكو تيدو ساقتان إلا كان بغيهم وهذا شيء كله طبعا لصالح البلد اللي تنكونوا إحنا فيه قد نتلقى هذه الأشياء كما قلت مشاهدينا من جوجة حتى الأربعة مباشرة على أمواج راديو دوزام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر